مرحبا هل يملك الإنسان قناعاته أم أن قناعاته هي التي تفرض نفسها عليه هل يجوز أن يرغم إنسان على التظاهر باعتقاد لا يؤمن به هل يقبل مسلم أن يرغم لا ديني تحول إلى الإسلام على إخفاء معتقده أليست المقابلة بالمثل من أبسط مقاومات العدالة نحن مجموعة من لا دينيين نود التعريف بأنفسنا وذكر سبب من أسباب عدم إيماننا بالإسلام وذكر رأينا عن الأديان عموما نبدأ مع السيد حسن رضوان عضو لجنة الإدارة في مجلس المسلمين السابقين في بريطانيا أنا اسمي حسن رضوان والدي من مصر وأنا أعيش في ملتيرا وأنا لا ديني أعتقد بأن الأديان كلها خرافات ولكن كنت متدينا جدا حتى خامرني الشك في القرآن فتدريجا رأيته في الضوء جديد هناك دوافع كثيرة جعلتني أرفض الإسلام ولكن ربما من أهمها جهنم ففكرة التعذيب الأبدي تناقض العقل والعدالة والرحمة تماما قيل في القرآن أن الله خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل ولكن الإختبار إختبار محدود فكيف يبرر عذاب غير محدود فإن قلت السبب هو علم الله للغيب كما يدلن عليه القرآن ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه قلت فلماذا هذه الحياة إذن ألا هي إلا قمة العبث واللعب لما أقرأ القرآن الآن يبدو لي أن الله يشبه إنسان له رغبات وإنفعالات بشرية وهو يطالب العبادة والاعتراف به والحمد والشكر وطاعة وهو يغضب على الناس ويخوفهم بعذاب أليم مثل حاكم استبدادي غاشم في الحقيقة لو قارنت الله ما أفضل وأكرم البشر على مدى تاريخ فليس الله حتى إنسان جيد لو أنني تركت الإسلام وأرفض كل الأديان فلا أدعو إلى تخلي عن الدين أنا عارف هذا أمر صعب على كثير من الناس إنما أدعو إلى حرية الضمير وحرية التفكير وحق الإنسان في اختيار ما يؤمن به وما لا يؤمن به دون تهديدات أو رقوبات أو ضغط كيف صح تهديد الناس بالقتل ليجبرهم على تظاهر بالإيمان هذا غير معقوب وإذا كان هناك إله حقا فهل تعتقد أنه يرضى بذلك؟ اسمي قاسم الغزادي مغربي الجنسية كوني الانتماء والهوية نشأت بين أحضان أسرة مسلمة عفظت القرآن وأنا لم أتجاوز سنوات عمري الأولى أجبرت تحت طائرة العصر الغرضي الفقه على حفظ وتطير آيات قيل لنا أنها كلام الله إيماني القوي بالحق الطبيعي والمقدس للإنسان في الحياة ورفضي لكل ما تضمنته جب الدين من دعاوة للعنف والطهاد للمرأة والهموفوبيا والجنب والشنقي والتحجير والاقتصاد أضف إلى ذلك حب الكبير للعلوم والرياضيات كلها أشياء جعلتني أعتقد أنه من الغباء أن أكون محسوبا على دين أو عقيدة ما خلال الفترة الثانية تعرفنا إلى ماذا؟ اسمها الفلسفة وكان أستاذ هذه المادة يصدر على ضرورة أن نكتسب قواعد التفكير المنطقي السليم وأن لا نقبل بشيء بثما كان نوعه على أساس أنه حقيقة دون إخضاعه إلى المنهج العلم الرياضي لكن وللأسف كنا نقع في حيرة من أمرنا كلما ندرسنا مدى الصربية الإسلامية فحينما يبقى لنا بأن إبراهيم ألقى به قومه في حفرة من نار ولم يحترق وهذا كان بمثالة تحدي لكل نبادئ المنطق التي درسناها بل كان تحدي لكل قوانين الفيزياء والطبيعة فلماذا لم تطلح على الاستفاد هنا قبل كل شيء اسمي نسرين كندية من لبنان أنا لا دينية الدين في نظري ليس أكثر من تبرير لتفرقة بين الناس الأحكام التي تعتبر وحيا من عند الله إلى محمد ليست مردية أخلاقيا بمقاييس يومنا هذا تحت الكوانين الإسلامية تم اضطهاد النساء وهذه إحدى الأسباب التي جعلتني أعتقد بأن الإسلام من صنع الإنسان كذلك لا أعتقد بفكرة وجود الإله حيث أنني أجد تعارضاً بين مطلق العدل ومطلق الرحمة ولا يمكن عقلاً بالجمع بينهما بمجرد فهمك لماذا لا تؤمن بالأديان الأخرى ستفهم لماذا لا أستطيع أن أؤمن بدينك أنا أدعم حريتك في الاعتقاد والعمل بأي دين ما لم يتقاطع ذلك مع حقوق الآخرين لكن دعوني أسألكم هل الإسلام يعطي هذا الحق؟ ونفس الحقوق التي يطالب بيها الآخرين؟ هل يدعم الإسلام مثلاً حرية الاعتقاد بدين أو عدمه؟ حرية التعبير؟ وقبول النقد؟ شخصياً أعتبر من المحال أن أعتقد بالدين ظهر قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة بنصوص دينية لم تتغير منذ ذلك الحين مع تقدم العلوم والأهم من ذلك لم تتوافق مع حقوق الإنسان مرحباً مرة أخرى أنا أثير العاني لا ديني عراقي ساكن في ألمانيا أعتقد أن كل الأجاني من صنع الإنسان والذي دفعني إلى هذا الاعتقاد هو أننا لو قرأنا الكتب الدينية المقدسة عند أتباعها قراءة النقدية لو أجدناها لا تخرج عن حيز تصورات الإنسان في الزمن الذي ظهرت فيه ذلك الكتب وفي البيئة التي نشأت فيها لنأخذ مثالاً من القرآن محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم هل الذين مع محمد نبي الإسلام رحماء بينهم حقاً لو كان القرآن كتاباً من عند إله عالم بكل شيء لما تضمن نصاً يختلف في تفسيره السنة والشيعة حتى يومنا هذا لأنه يختلف مع الواقع الذي حصل بعد موت نبي الإسلام حيث تحارب الذين معه فيما بينهم إضافة إلى تعارض القرآن مع الواقع يتناقض مع نفسه على سبيل المثال يقول القرآن عن نفسه أنه مبين في مواضع عدة لكنه يعود فيقول مخاطباً نبي الإسلام لتبين للناس ما نزل إليهم فكيف يحتاج المبين إلى تبيين وفي موضع ثالث يعود فيذكر أن في القرآن متشابهات وينهى عن اتباعها ولا يعلم تأويلها إلا الله الذي أود إيصاله إلى المسلمين أنكم طالما استمريتم من نظر إلى القرآن على أنه كتاب من عند إله فستستمرون في الاختلاف وحين تدركون أنه منتج بشري بحت حينها ستتصالحون فيما بينكم ومع غيركم وشكراً أنا سامي كاب من فلسطين أحييكم تحية الحرية تحية المحبة تحية الصداقة لأعدائي ولأصدقائي ولكل سكان الأرض تحية لكم بحب وإخلاص وأقول لكم علمانيون ونفتخ ولا إله والحياة مادة والدين مخدر للبشر وسم قاتل للحياة والإنسان ضمن مفهوم الطبيعة والمادة والكون الحقيقي ضمن علوم الطبيعة ضمن الفكر المادي المطلق نتقدم ونتطور ونبني حياتاً أفضل مرحباً أنا غسان يونس كاتب ونشط حقوقي من الأردن السبب وراءك وني لديني أن هناك في كثير من القناعات والأفكار الفلسفية منذ بدء الحضارات حتى الآن كل واحد بدعي معرفة الحقيقة لكن في الواقع الطريق الوحيد لي معرفة الحقيقة هو عن طريق العلم ما غير هيك تبقى ادعاءات بدون إثبات أنا عن نفسي أنا لديني من 19 سنة هذا معظم حياتي قبلي طبعاً أكيد كان في لدينيين وقبلهم كان في لدينيين في المجتمعات العربية حتى في ما يسمى بعصر النهض الإسلامي أو الإسلامي جولدن إيج العصر الدهب الإسلامي كان من أبرز علماء ورموزه بعض من أبرز علماء ورموزه ناس لدينيين مثل أبو علاء المعرف أو بكر الرازي والخيام وغيرهم الفكرة أنه كالتالي أنه من بدء الحضارة كانت في كتير أديان وأفكار فلسفية وما زال وما يزال بالاستمر وكل واحد بعتقد أنه هو الصح ومآمن أنه هو الصح ولكنه لا أمن أنه هو الصح حصلاً بأمن شوك فكرته فالموضوع أنه إيش طبيعاً أن يكون المجتمع فيه تعدد أفكار وأديان وفلسفات لكن هذا ليس لازم يجعله يأثر على علاقة الفرد بالمجتمع أو بالدولة هاي العلاقة لازم تكون مبنية على التساوي بالمواطنة بين الجميع وبالأخير كل واحد بإداره يدعوا على دينه أو فلسفته شو ما كان زي ما بيحكوا بالحكمة من المواضيع الحسنة وشكراً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر